بسم الله الرحمن الرحيم أنا الأستاذ عبد الرزاق الدالي مرشح الحركة الدستورية على دائرة الانتخابية في سيدي بوزيد أنا ابن الجمهورية الأولى وابن الجمهورية الثانية في تونس حضرت على الجمهوريتين اللي كان صحة العبارة وهذا كتقيبي أنا لفعل الجمهورية الاستقلال وكذلك الجمهورية البناء اللي عرفناها ترشحت على الحركة الدستورية حتى أعطي صورة جديدة على المناظر الدستوري في جهة سيدي بوزيد وفي تونس بسفة عامة وكذلك خدمة لأهلي وناسي ومالية في سيدي بوزيد ولأني لاحظت أن هناك تهميش عميق تعيش في المنطقة هذه أنا فقدمت حتى أكون مرشحكم لأنني أحظى بثيقة كبيرة من أهالي سيدي بوزيد اللي خبروني في ميدان مهنتي وكذلك في علاقاتي الاجتماعية إن كانت في المجال الرياضي وإن كانت في المجال العمل البلدي أو غيره أنا نتمنى أني نعطي صورة نماطية مختلفة عن المسؤول بعد 14 جنفي أنا إن شاء الله كان حديث بثيقتكم يا أهالي سيدي بوزيد بابي مفتوح لخدمتكم وهذا كان لش ترشحت أنا ترشحت خدمة البطالة وأصحاب الشهاية العليا البطالة في سيدي بوزيد الذين يعدون بالألاف وخدمة للفلاحين الذين يعانوا في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذلك في الكهرباء أنا بذل ربي لوحد القهار عندي مشروع من أجل التقليص في هالنفقات هذه وفي الأسعار هذه ترشحت لأني قفة المواطن في سيدي بوزيد تعبت ولأن سيدي بوزيد ما فيهاش فضاءات للترفيه أبنائنا ما عندهم شوين يمشوا ترشحت لأني نسكن في سيدي بوزيد في السوق كما يقال في المدينة في مربط السوق في سيدي بوزيد والناس كل تعرفني مانيش نسكن في تونس مانيش باش نبقى تشوفوني كان في التلفزة أنا موجود كل نهار نحل مشاكلكم ونقدم الإضافة الأهالي بوزيان والمكناسي والمزونة والأدحفوز والرقاب والسعيدة والقلال والخرشف والسبالة وجلمة الناس الدساتر الموجودين الغادي والمواطنين اللي عندهم ثقة فيها ندعوهم باش ينخبوني ونخبوا قائمة الحركة السورية بشعار هالمعروف لأننا نخدمنا البلاد ومستعدين نخدمها أكثر ويدينا مفتوحة الخدمة مع كل الوطنيين تحية تونس الديموقراطية وتحية تونس اللي عطتنا فرصة باش نتقدمه لهذه الانتخابات بذن الرب الواحد القهار إن شاء الله نكون في مستوى الثيقة لتعطوا هالي هالي سيدي بوزيد ومدينتي وهذه ناسي خدمتها في جميع المجالات ومستعدين نخدمها أكثر ونقدم لها الإضافة وإن شاء الله أحضر بثيقتكم ونكون في مستوى الثيقة أمتعكم يا أبناء عمومتي ويا أهلي ويا ناسي راني مني وإليكم هنا سيدي بوزيد تناديكم وأنا مستعد إداية الزوز مفتوحة لخدمة أهلي وناسي في جميع ربوع الهمامة وربوع سيدي بوزيد وبرك الله فيكم